بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فهذا ثالث مجالسنا المباركة من هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة أما الليلة فليلة الجمعة التي ندبنا فيها إلى الإكثار من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عليك صلاة رب الكون تترى يا رمز التسامح في البرايا صلاة في الثواب تصير عشرة فيال الله ما أزكى العطايا صلى الله عليه وآله وسلم وأما المجلس المبارك في هذا المكان فمن الرحاب بيت الله الحرام إخوة الإسلام في كل مكان وأما كتابنا الذي نستكثر فيه من صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك فهو تهذيب السيرة للإمام النووي رحمه الله تعالى من كتابه تهذيب الأسماء واللغات وقد تقدم فيه مجلسان هذا ثالثها وقف من الحديث ليلة الجمعة الماضية أحبة الكرام عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بموت ودفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان آخر ذلك قوله رحمه الله تعالى ودفن في اللحد وبني عليه إلى أن قال ورش عليه الماء رشى ويقال نزل المغيرة في قبره ولا يصح وتناولت تلك الدراسة في مجلس الجمعة الماضية الحديث عن ما يتعلق بدفنه وتكفينه والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وفي سياق هذا يتابع المصنف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالمولد والوفاة في جمل مختصرة مركزة يذكر فيها موت والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت جده وموت أمه ثم إجمالا ما يتعلق ببعثته وسين بلاغه ودعوته بمكة قبل الهجرة وبعدها بالمدينة على ما سيأتي ذكره تباعا سائلين الله التوفيق والسداد مستكثرين من الصلاة على نبي الهدى والرشاد صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمستمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله قال الحاكم أبو أحمد يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهرا وقيل تسعة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل شهران وقيل مات وهو حمل وتوفي بالمدينة قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد لا يثبت أنه توفي وهو حمل هذه الجملة الأولى أيها المباركون فيما يتعلق بموت والد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب والذي لا خلاف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما وهذا صريح في قول الله تعالى في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى فهو أكرم يتيم على وجه الأرض قط صلوات الله وسلامه عليه واليتيم من فقد والده حال الصغر إنما الخلاف هنا في السن الذي فقد فيه النبي عليه الصلاة والسلام والده عبد الله على أقوال ذكرها المصنف قال مات عبد الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية وعشرون شهرا يعني سنتان ونصف وقيل تسعة أشهر وقيل سبعة أشهر وقيل شهران هذه أربعة أقوال في عمره ابتدأها من الأكبر إلى الأصغر سنتان ونصف تسعة أشهر سبعة أشهر شهران قال وقيل مات وهو حمل يعني في بطن أمه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الدنيا يتيما وهذا هو الأرجح من الأقوال والأصح من بينها والأشهر عند أهل العلم وعليه جمهور العلماء أن نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم خرج إلى هذه الدنيا يتيما فعاش اليتمى بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام من أولى لحظات حياته التي خرج فيها من بطن أمه مات أبوه وهو حمل وتوفي بالمدينة كانت وفاة والده بالمدينة وذلك في زيارة أمه لأخواله هناك وقد كان والده أيضا سبق ذلك بزيارة وسيأتي في موت أمه أنها كانت أيضا في عودتها من زيارة المدينة أخوال والد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار بالمدينة فكان تردادهم على المدينة معتادا صلة للرحم وحقا للأقارب ووفاء بحق القرابة فمات بالمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام آنذاك حمل في بطن أمه هذا القول الذي عليه جل العلماء هو المشتهر في تاريخ الإسلام والذي رجحه كبار الآئمة الحفاظ كابن القيم وابن كثير والذهبي وابن حجر وابن الجوزي رحم الله الجميع وهو دلالة ظاهر الآية الكريمة ألم يجدك يتيما فآوى وأعظم اليتم وأبلغه وأشده اليتم موت الوالد عندما يكون الابن جنينا فيخرج إلى الدنيا يتيما وقد روى الحاكم عن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده أن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأمه حبل به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي كذلك قال المصنف رحمه الله قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد لا يثبت أنه توفي وهو حمل الواقدي المؤرخ المشهور الذي يضعف في رواية الحديث ويعول عليه في رواية الأخبار والسيار بل هو إخباري مشهور وكاتبه محمد بن سعد صاحب الطبقات الذي هو من أوائل من دون أيضا في تاريخ صدر الإسلام فإنه قال لا يثبت أنه توفي وهو حمل يعني أنهما لم يرجح ما رجحه الأكثر وما هو الأشهر عند العلماء وهذا نقل غريب من المصنف رحمه الله فإن الذي يثبت عن الواقدي وابن سعد أنهما أثبت في الأقاويل ما أثبته المصنف ورجح ما يرجحه وهو أنه توفي عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل فإما أن يكون سهوا من المصنف رحمه الله تعالى أو أن يكون شيء من الخلل في كتابة الكتاب ونسخ المخطوط على ما كانت العادة عليه فربما تصحفت العبارة أو تغير نقلها والعلم عند الله إنما الوارد في كلام الآئمة والمنقول عن الواقدي وكذلك ابن سعد كما في طبقاته وكما نقل الحافظ ابن كثير أيضا عنهما أنه يقولان ما يقول به جل العلماء وما عليه الأشهر من أن وفاته أي عبد الله بن عبد المطلب كانت والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه فإذن ولد يتيما وسيأتي المصنف رحمه الله إلى ذكر تربيته وحضانته وكفالته التي تدرج فيها عند كل من أمه أولا حتى ماتت ثم جده حتى مات ثم عمه أبي طالب صلوات ربي وسلامه على نبينا الكريم ومات جده عبد المطلب وله ثمان سنين وقيل ست سنين وأوصى به إلى أبي طالب إذن بعد وفات نبينا عليه الصلاة والسلام كفلته أمه وراعته واعتنت به حتى ماتت وأخر المصنف موت أمه للحديث عن جده وعمه باعتبار أنهم القائمان مقام والده بعد وفاته قال مات جده عبد المطلب وله ثمان سنين أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ست سنين والمشهور الأول أن وفاة جده عبد المطلب كانت وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ثمان سنوات وذلك أنه لما ولد يتيما نشأ بين يدي أمه واعتنت به حتى ماتت وله ست سنين فانتقل إلى كفالة جده عبد المطلب لسنتين فمات جده وعمره ثمان سنوات ثم انتقل إلى عمه أبي طالب ولهذا قال مات جده عبد المطلب وله ثمان سنين وقيل ست سنين والأرجح الأول كما أشرت قال وأوصى به إلى أبي طالب فإن أبا طالب كانت له الزعامة في قريش بعد عبد المطلب وله الكلمة المسموعة وكان كثير العيال وله من الأولاد ما ضم بهم نبينا صلى الله عليه وسلم إليه في رعايته والعناية به وكل ذلك تدبير من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وعناية كبيرة فائقة حفظته في تلك المراحل من سن عمره حتى اشتد وبلغ سن النبوة فبعث عليه الصلاة والسلام وكان مشرق الرسالة المباركة لهذه الأمة المحمدية نعم وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ست سنين وقيل أربع سنين وماتت بالأبواء مكان بين مكة والمدينة الأبواء موضع بين مكة والمدينة وفيه وقعت غزوة الأبواء التي حملت اسم هذا المكان وكان أيضا وفاتها في حادثة مشابهة لوفاة زوجها عبد الله فإن عبد الله مات بالمدينة لما كان هناك في زيارة وماتت هي أيضا لما كانت في زيارة للمدينة وبها أخوال والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت في طريقها عائدة من هناك بعد انقضاء زيارتها من بني عدي بن النجار وماتت بالأبواء ودفنت هناك وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرها استأذن ربه في زيارتها فلم يؤذن له وفي ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فهذا موت أمه صلى الله عليه وسلم وقد كان له من العمر ست سنين ولو تأملتم رعاكم الله لو وجدتم هذا الأمر العجيب الذي ربما نعبر عنه أحيانا بشدة ظروف الحياة التي ينشأ فيها الصبي والطفل الصغير أن يولد يتيما فهذه أولى الشدائد والصعاب في حياة أي إنسان فإن الوالد سيبقى الظهر والسند المتين لأولاده في الحياة الذي يعتمدون عليه بعد الله في نشأتهم وتربيتهم واشتداد عودهم ومتى ما فقد إن كسر هذا السند وفقد هذا الجبل الذي يستندون إليه فكيف بكم إذا كان هذا الفقد في سن مبكرة من عمر الأولاد في الطفولة والصباء سيكون له وقعه الشديد ولا شك فكيف هذا لو كان فيما قبل ذلك فأن يولد يتيما هذا الفقد الأعظم الحقيقي بكل معانيه هذه واحدة ثم لما يؤول الأمر إلى جده السيد المطاع في قريش للسيادة والشهرة والمجد المؤثل عبد المطلب فإنه أيضا لا يحظى بصحبته طويلا بعد وفاة أمه فترعاه أمه السنوات الأولى في مهده فإن شاء رضيعا في بني سعد لم يظفر بالجلوس في حضنها والبقاء بين يديها كثيرا ما أنعاد إليها ولم يتنعم بصحبتها إلا سنوات معدودة فيفقدها عليه الصلاة والسلام فينتقل إلى جده عبد المطلب ذي المجد والسيادة كما أسلفت فلا يزيد عنده على سنتين فيفقده ففقد الأب أولا ثم الأم في سن مبكرة في ريعان الطفولة ثم الجد أيضا قبل أن يبلغ في الصبى مبلغه الأكبر كل ذلك لأمر عظيم قدره رب العالمين وهو أن لا يتعلق قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأحد من البشر في كل مراحل حياته منذ ولادته وحتى اختاره الله واصطفاه وبعثه فكان هذا القلب الكريم التقي الطاهر مليء التعلق بربه أو ما رأيتم كيف حبب إليه التحنث في غار حراء والخلوة والتعبد كان القلب النبوي على الفطرة محفوفا بعناية إلهية وتدبيرات أزلية ليريد الله عز وجل له الاصطفاء الكريم والنبوة العظيمة قال ماتت أمه وله ست سنين وقيل أربع سنين وماتت بالأبواء بين مكة والمدينة وهذا كله جزء من دلالة الآية الكريمة في المنة العظيمة ألم يجدك يتيما فآوى وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة وقيل أربعين ويوما وأقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وقيل عشرة وقيل خمسة عشر سنة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشر سنين بلا خلاف وقدم المدينة يوم الاثنين لاثنتين عشرة خلت من شهر ربيع الأول قال بعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة وفي ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون عمره عند البعثة والنبوءة كان أربعون سنة دل على ذلك جملة من الأدلة منها حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن أربعين سنة ودعا إلى الإسلام في هذا السن نبئ وبعث عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الذي يرويه بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في مواضع متعددة قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة فمكث ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا سن الأربعين هو سن البعثة ورجح بعضهم قال النووي وقيل ابن أربعين ويوم وقيل كما رجحه الحافظ ابن حجر أنه كان أربعون سنة وستة أشهر وإنما كانت ستة الأشهر التي عد منها الإمام ابن حجر رحمه الله الفرق بين سن ولادته التي تم له بها الأربعين في شهر ربيع الأول فبلغ الأربعين في شهر ربيع الأول وإذا ثبت أن الوحي نزل عليه في رمضان فإن بين ربيع الأول ورمضان ستة أشهر فلهذا قال أربعون سنة وستة أشهر وهذا محتمل وإذا قدرناه صحيحا فلا خلاف بينه وبين رواية ابن عباس لأنها محمولة على حذف الكسر كما تقدم في ذكر العدد فأربعون يعني من غير حساب ستة الأشهر وهذا مما لا يكون معارضا لرواية ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة وأقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة وقيل عشرا وقيل خمس عشرة سنة ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عشرة سنين بلا خلاف اجتملت هذه الجملة على عدد من المسائل أولها تقسيم الدعوة والبعثة النبوية إلى قسمين مكي ومدني أولهما ما كان فيه صلى الله عليه وسلم بمكة والثاني ما كان بالمدينة المسألة الثانية في تقسيم هذه المدة ومجموعها فإنه إذا كان قد بعث وهو ابن أربعين وثبت أنه توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة عليه الصلاة والسلام فإن مجموع سنوات دعوته وبعثته ستكون ثلاثا وعشرين سنة وهذه ستنقسم على القسمين الذين تقدم ذكرهما بأن يكون القسم الأول بمكة وهو الذي مضى فيه ثلاث عشرة سنة وهذا قول المصنف أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة ويبقى القسم الآخر وهو عشر سنوات ستكون بالمدينة بعد الهجرة فالمجموع ثلاث وعشرون إلا أن قولا آخر وهو أنه أقام بمكة عشرا فيكون الباقي بعد ذلك كم؟ ثلاث عشرة سنة ويقيل أيضا أنه أقام بمكة خمس عشرة سنة فإذن تلحظون أنه إذا كان العدد الصحيح الراجح ثلاث عشرة سنة فسنفهم على ما تقدم في ذكر طريقة العرب في حساب العدد أن نفهم القول بأنه عشرة بأنه أجل هو حذف للكسري فألغى الثلاثة فقال عشرا ومن قال خمس عشرة سنة فإنه جبره أيضا إلى نصف عدد العقود فقال خمس عشرة سنة ولا يراد بذلك تعداد الأقوال على سبيل التناقض بل هو على سبيل التوافق والاختلاف محمول على ذكر العدد على وجه التقريب وذلك مما تستعمله العرب بلا إشكال يؤكد ذلك أن الأهل العلم متفقون على أن مدة إقامته ودعوته بالمدينة بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم كانت عشر سنوات فإذا لن يكون الباقي بمكة إلا ثلاثة عشرة سنة فالقول بأنها عشرة أو خمس عشرة إنما هي محمولة على حذف الكسر وجبر العدد كما تقدم الصحيح إذن أن دعوته بمكة استمرت ثلاثة عشرة سنة بعد النبوة يؤيد ذلك حديث ابن عباس المتقدم ذكره قال رضي الله عنهما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث ثلاثة عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشرة سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهذا مروي عند البخاري في مواضع متعددة والقول الآخر بأنه أقام بمكة خمس عشرة سنة هو مما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وكذا القول بأنها عشرة وهو رواية البخاري أثبت كما قال الحافظ ابن حجر أنه ثبت عن عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبث بمكة عشرة واختلاف العدد محمول على ما أشرت إليه قبل قليل وابن حبان أيضا أخرج في صحيحي من حديث ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ودع الناس إلى الإسلام ولم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة فكانت الهجرة عشر سنين فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة وهذا من أدق وأصح الروايات التي بيلت العدد وضبطه بما يقسم العدد الإجمالي في سن دعوته وبعثته عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله وقدم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول يعني لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقد تقدم هذا في المجلس الأول من مجالس الكتاب وقد ثبت في صحيح البخاري أن مقدم النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة كان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فاتفق على اليوم والشهر لكن تاريخ اليوم تحديدا تقدم فيه أقوال هل كان يوم الثاني أو الثامن أو العاشر كما هو الخلاف في سنواء أيام مولده والقول في أيام وصوله المدينة متعدد فقيل في أول ربيع الأول وقيل في الثاني منه وقيل في السابع وقيل في الثالث عشر أو الخامس عشر أو الثاني والعشرين والجمهور على ما أشار إليه المصنف أنه كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول والعلم عند الله تعالى قال الحاكم وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم الأربعاء لليلتين بقيتاء من شهر صفر هذا بداية الوجع الذي هو مبدأ شأن وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه مرض قبل وفاته مرضا اشتدت عليه فيه الحمى عليه الصلاة والسلام واشتد به الوجع وهذا من تمام ابتلاء الله عز وجل للأنبياء فإنهم أشد الناس بلاء كما قال عليه الصلاة والسلام وأنه يوعك النبي كما يوعك الرجل والرجلان والأكثر واشتد عليه المصاب صلى الله عليه وسلم بدأ الوجع به في بيت ميمونة فإنه مضت سنته عليه الصلاة والسلام على القسم بين نسائه بالعدل فكان ابتداء المرض والوجع لما كان في قسمه ونوبته في بيت أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة رضي الله عنها وكان هذا يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر صفر يعني يوم الثامن والعشرين فإذا قلنا إن وفاته كانت في الثاني عشر من ربيع الأول فإننا نتكلم إذن عن ما يقارب الأسبوعين من المرض فإنه إذا ابتدأ الوجع يوم الأربعاء وقبض عليه الصلاة والسلام يوم الخميس في منتصف ربيع الأول فنحن نتكلم إذن عن قرابة أسبوعين لأنهما ليلتان بقيتان من شهر صفر مع اثني عشر يوما من شهر ربيع الأول فالمجموع أربعة عشر يوما وإذا كان قد بدأ به الوجع يوم الأربعاء وقيل في بعض الحاديث يوم الخميس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يرد هنا حساب مدة المرض الذي بقي فيه عليه الصلاة والسلام وعليه تتنزل روايات مرضه الذي لزم فيه البيت وأمر أبا بكر يأم الناس وفي بعض الأيام أنه نشط فخرج فوصل إلى الصف وصلى بجوار أبي بكر فأتم أبو بكر رضي الله عنه به وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنهم جميعا وأيضا فيه خبر اجتداد مرضه وعدم قدرته على الخروج وفيه الخبر الذي كشف فيه الستار ورآهم صفوفا يصلون فسر وجهه واستنار عليه الصلاة والسلام كم كانت هذه المدة التي امتد فيها مرضه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر رحمه الله واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه فأنت إذن دائر بين اثني عشر يوما وثلاثة عشر يوما وأربعة عشر يوما لكنه في الجملة مرض ابتدأ يوم الأربعة وقيل يوم الخميس ووفاة كانت يوم الاثنين فالمجموع قريب من ذلك الذي أشار إليه المصنف في شأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا بداية الوجع وفي الحديث عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما أندراك ما يوم الخميس الذي اشتد فيه الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم يرى أن ابتداء الوجع غير اشتداده وأن اشتداده الأخير كان في الأيام الخمسة الأخيرة من يوم الخميس حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى من ضحى يوم الاثنين أو من منتصف نهار ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي أورده المصنف رحمه الله وبه تم هذا الفصل ليشرع في فصل آخر وقد كان خلاصة هذا الفصل الذي أتممناه في هذا المجلس الحديث أولا عن شأن ممات رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفنه وعمره حين الوفاة وما يتعلق بذلك من الروايات ثم تكفينه والصلاة عليه ثم الحديث أيضا عن موت والديه أبيه عبد المطلب وأمه آمنه وموت جده عبد المطلب ومجموع سنوات بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وابتداء المرض به كل ذلك في فصل تم بهذه الجملة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى فصل أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة بضم المثلثة مولات أبي لهب أياما ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث السعدية وروي عنها أنها قالت كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر هذا حديث عن مرضعات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت أيضا عادة العرب آنذاك أن يدفعوا بأطفالهم منذ سن الولادة إلى المرضعات ليس من باب الترف وعدم إرضاع الأمهات لأولادهم بل من ابتغاء النشأة والرعاية منذ أولى لحظات العمر على ما يعود بالصالح والنفع على الولد فيرسلونهم إلى البوادي حيث الصحة والبعد عن أجواء المدينة والتربية على ما يراد لمثله أن ينشأ عليه الصبيان من الرضاعة الجيدة والنشأة في بيئة ذات بادية يشب فيها الصغير على تمام القوة والنشاط والعافية فضلا عن معايشة الصعاب والتجلد وتحمل المصاعب والنشأة على معالي الأمور وجدها أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما فإن ثويبة جارية كانت مولاة لأبي لهب وهي أيضا ممن بشرت أبا لهب بولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت سنة سبع من الهجرة مختلف في إسلامها فبعضهم يروي ويثبت ذلك وبعضهم لا يثبته والعلم عند الله فإن ثبت إسلامها فهي صحابية جليلة رضي الله عنها وثبت أيضا أن أبا لهب من فرحه بهذه البشارة أعتقها ببشارتها له بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب ولم يطل ذلك بل قال المصنف أياما وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما قال ثم أرضعته حليمة السعدية وهي مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام المشتهرة التي أخذته إلى بادية بن سعد في قصة طويلة يعرفها أصحاب السير أنها أتت إليه فأخذته ورضيت به بعدما انصرفت المرضعات بالأولاد ومن يرتج من ورائهم الحظ ولا يرغب عادة في اليتيم لعدم وجود ما يقنع المرضعة ويعود عليها بنفع في الغالب وعلى كل حال فقد كانت كرامة من الله لهذه المرأة المباركة حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحاري للسعدية وديار بني سعد ما تزال تعرف بهذا الاسم في جنوب مكة من وواحي الطائف وما يقاربها هناك من المدن فأخذته هناك وذهبت به فأرضعته ثم عادت به إلى أمه بعد السنتين واستطالت المدة وأرادت تمديدها فظفرت به أيضا سنتين أخرين وكان في ذلك نشأته عليه الصلاة والسلام وقصة حادثة شق صدره التي أراعتهم وكانت سببا في إعادته إلى أمه خشية أن يتلف عندها وما أرادت أن تتحمل تباعة ذلك روي عن حليمة السعدية رضي الله عنها أنها قالت كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر وقد ساق الذهبي قصة طويلة عن حليمة السعدية رضي الله عنها وفيها قوله هذا كان يشب في يومه شباب الصبي في شهر وجود الذهبي إسناده وعزاه الحافظ بن حجر لأبي يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحديث ضعفه غير واحد من المحدثين لانقطاع في سنده وجهالة بعض رواته قال الحافظ بن كثير في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية قال روينا ذلك بإسناد صحيح وأقام عندها في بني سعد نحو من أربع سنين ومهما يكون من أمر فإن رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد ثابت عند حليمة السعدية وعليه أدلة كثيرة وهو مما أطبق عليه المؤرخون واشتهر بينهم وشأن الكرامات وما وجدته حليمة في حضانتها ورضاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البركات والكرامات أيضا كثير مبثوث مشتهر متداول في كتب السير فصلى الله وسلم وبارك على نبينا ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب وقد تقدمت الإشارة قبل هذا إلى هذا المعنى وهو نشأته يتيما وانتقاله بعد وفاة أمه إلى كفالة جده عبد المطلب لما كان في سن السادسة ثم مات جده بعد ذلك بسنتين فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب ولعلكم تلحظون أن المصنف رحمه الله لا يعمد إلى تفصيل أحداث السيرة لأن الكتاب ليس في السيرة أصلا بل هو مختصر موجز بالمهمات والجمل الجامعة فأراد فقط أن يقف بنا على رؤوس الجمل في أحداث سيرته عليه الصلاة والسلام في أحداثها المهمة وتفاصيلها البارزة دون الأخبار التفصيلية المتعلقة فيما بين ذلك من الأحداث والوقائع وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية فلم يعظم صنما لهم في عمره قط ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع ويعصمه الله تعالى من ذلك وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبدت صنما قط وما شربت خمرا قط وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته صلى الله عليه وآله وسلم طهره الله عز وجل كما قال المصنف رحمه الله من دنس الجاهلية وهذا التطهير ذو جوانب متعددة أولها أنه لم يعظم صنما لهم في عمره ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم ولا تلوث عليه الصلاة والسلام بعقائد الكفر والجاهلية رغم مطالبتهم أحيانا له أن يشاركهم في ذلك فيمتنع ولما يهم بإصرارهم وضغطهم وإلحاحهم يعصمه الله فيحفظه الله عز وجل من ذلك تهيئة لحادثة النبوة العظمى وإعدادا لحمل الرسالة المباركة فلا والله ما عابه عليه الصلاة والسلام كفر ولا تدنس بدنس الجاهلية رغم نشأته في وسطها وفي عقر دارها لكنها العصمة الإلهية للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما عبدت صنما قطو وما شربت خمرا قطو وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر الحديث ذكره السيوطي وعزاه لأبي نعيم وابن عساكر وبغض النظر عن صحة الرواية بهذا اللفظ فإن المعنى صحيح والمقصود بصحة المعنى أنه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تحنث رسول الله عليه الصلاة والسلام في حراء الليالي ذوات العدد قبل البعثة لما بلغ سن الرشد دلالة على أنه لم يكن يشبع روحه ولا يقنع قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم ما كان يشهده بعينه ويراه بأم روحه وفؤاده وقلبه من ممارسات الشرك والجاهلية التي ما استقر لها في قلبه موضع فكان يبحث عن شيء أكثر طمأنينة فيبتعد بعيدا عن مكة ودنس الشرك والجاهلية الذي التف بها من بعد ما قدم عمر بن لحي الخزاعي بتلك الأصنام والأوثان فدنس بها مظهر التوحيد وجلال الكعبة المعظمة فكان يبتعد عليه الصلاة والسلام وابتعاده كان ارتفاعا وعلوا حسا ومعنى أما الارتفاع الحسي فصعوده على غار حراء وأما المعنوي فارتفاعه عن تلك السفاسف والجهالات والشرك والضلالة والكفر ارتفع إلى السماء فارتقى أعظم حتى شرف بالنبوة صلى الله عليه وسلم هذا الارتفاع والارتقاء هذا الابتعاد عن تنس الجاهلية هي أيضا سنة من الله ماضية في كل من سلك طريقا يلتمس فيه رضا الله فابتغى المعالي يعليه الله ومن رغب في العز يعزه الله ومن ترفع عن السفاسف والمحقرات بدءا من الذنوب والمعاصي ومرورا بالبدع والمحدثات وانتهاءا بالكفر والشرك والضلالات فإن الله عز وجل جاعل له بقدر ما يرتقي ويبذل الأسباب يجعل الله له تعالى من عز الدنيا وشرى فيها فضلا عن عز الآخرة وكرامتها هكذا كانت حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام طهارة وطهر وصفاء ونقاء وحماية وعصمة من دنس الجاهلية وكفرها وشركها حماه الله تعالى فامتنع وهذا كما قال المصنف من لطف الله تعالى به أم برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب ليس هذا فقط قال ومنحه كل خلق جميل وهذا وجه آخر من وجوه العناية الإلهية وهو من الحفظ كما ترى وهو من الصيانة إذن لم تكن فقط صيانة عقيدة بل كانت حتى صيانة أخلاق لأن أخلاق العرب وإن كانت حميدة في الجملة وكريمة في الجملة بما عرف عنهم من البذر والكرم والعطاء والنخوة والمروءة والوفاء والصدق والصبر والجلد والتحمل وكثير من الشيام النبيلة المحمودة عند العرب لكنهم أيضا أصيبوا بفساد في أخلاقهم مقابل فساد عقائدهم فكان من فساد أخلاقهم معاقرة الخمور ووأد البنات وشيء مما عرف من أنكحة الجاهلية الملوثة بالخنى وشيء من مدنسات الطهر والعفاف لكن الله كان من تمام عصمته لنبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه إياه أن دنسه حتى من تلك السفاسف والمحقرات في الأخلاق قال منحه كل خلق جميل ودلالة ذلك وشاهده في سيرته قبل النبوة أن كان يعرف في قومه بالصادق وبالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته أليس هو الذي قبلوا تحكيمه ورضوا به لما تنازعوا في بناء الكعبة بعد تهدمها بالسين وتنازعوا في وضع الحجر الأسود مكانه لألا يكون محصورا على قبيلة بعينها تستأثر بشرف هذا العمل فارتضوا بتحكيم أول داخل عليهم من بني شيبة فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فطابت نفوسهم وأقروا بتحكيمه وأنه الصادق الأمين حتى كانت القصة المشهورة في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرا فرآه بحيرا الراهب فعرفه بصفاته فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله حجة للعالمين قالوا فمن أين علمت بهذا قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي وإنا نجده في كتابنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده هذه القصة المشتهرة في السيرة النبوية في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وسفره إلى أرض الشام في المرة الأولى بصحبة عمه أبي طالب ذي التجارة والرحلة إلى الشام لابتغاء الرزق لكنه لم يبلغ أرض الشام بل بلغ بصرى وهي مدينة جنوب غرب سوريا في بدايات أراضي الشام فرآه بحيرا راهب وقد كانت له هناك كنيسة في أرض بصرى فعرفوا بصفته وذلك أن القافلة نزلت هناك قريبا من صومعته وكنيسته فأبصر القوم وما احتف بقدومهم فجاء وأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله حجة للعالمين والنبي عليه الصلاة والسلام فتن في الثانية عشرة من عمره لا يعرف هذا من شأنه فاستغرب الناس وقالوا فمن أين علمت هذا دعم فتن عرف كريم الخلق حميد السجاية سليل المجد والكرم في قريش من بني عبد المطلب لكنه لا يعرف له شيء مما ذكره بحيرا راهب من السيادة والرسالة والحجة على العالمين قالوا فمن أين علمت هذا فذكر مما رأى من العلامات والدلائل قال إنكم حين أقبلتم من العقب يعني منذ أن نزلتم هناك من مدخلكم من بين الجبال لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجد ولا يسجد إلا لنبي وإن نجده في كتبنا ثم جاء إلى عمه أبي طالب ورد وطلب منه أن يرده إلى مكة وأن لا يقدم به أرض الشام خوفا عليه من اليهود قيل فاستجاب أبو طالب لذلك ورده هذه القصة هي إحدى روايات قصة بحيرا راهب وخبره مع النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في كتب السيرة ولها روايات متعددة أخرج الترمذي وبعضها والحاكم في المستدرك وصححه لكن الذهبية استدرك عليه فقال أظنه موضوع فبعضه باطل وقال في السيرة أيضا من تاريخ الإسلام هو حديث منكر جدا والحافظ بن كثير كذلك في البداية والنهاية ذكر غرابة الحديث بسبب نكارة بعض ما جاء في الرواية وسيأتي سياق بعض ألفاظها أنه ذكر في الرواية أبو بكر وبلال وكلاهما لا يعرف مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السن ولم تكن له صحبة لأنه لم تكن نبوة أصلا وبعض المعاصرين يقول الحافظ بن حجر رجاله ثقات ليس فيه إلا ذكر أبي بكر وبلال وهذه لفظة منكرة وهي من وهم وهي وهم من أحد الرواة ولهذا قال الألباني رحمه الله بتصحيح الحديث وقال لكن ذكر بلال فيه منكر والحديث كما أخرجه غير واحد ومنها ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى واستنكر الرواية قال من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وأشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب بحيرا نزلوا فخرج إليهم وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم فجعل يتخللهم يعني يمشي خلالهم وهم يحلون رحالهم حتى جاء فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام وقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فقال أشياخ قريش وما علمك بهذا قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي لا أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضرو في كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان عليه الصلاة والسلام في رعيه في الإبل فأرسلوا إليه فأقبلوا عليه غمامة تظله فلما دنى من القوم وجدهم قد سبقوه يعني إلى فيء شجرة فلما جلس ما لفيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة ما لعليه قال فبينما هو قائم عليه وناشدهم ألا يذهبوا به إلى أرض الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفته فقتلوه فالتفت فإذا بسبعة نفن قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم قالوا جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا قد بعث إليه ناس وإن قد أخبرنا فبعثنا إلى طريقه فقال هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم قالوا لا قال إنما أخبرنا خبره بطريقك قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه وليستطيعوا أحد من الناس رده قالوا لا قال فتابعوه وأقاموا معه فأتاهم فقال أنشدكم الله أيكم وليه قال أبو طالب أنا فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت فهذه الجملة في آخر الرواية بعث معه أبو بكر بلالا فهل كان أبو بكر معه في تلك الرحلة فكيف يبعث إذا كان سنه عليه الصلاة السلام ثنت عشرة سنة وأبو بكر أصغر منه بسنتين سيكون عمره عشر سنين فهل يعقل أنه كان بعشر سنين يبعثه من هناك ويرسل معه بلالا فهذا مما أضعف الرواية حتى حكم بعضهم كما قال الذهبي رحمه الله أظنه موضوع قال فبعضه باطل ويقصد هذه الجملة من الرواية ولهذا قال الحافظ بن حجر رجاله ثقات وليس فيه إلا ذكر أبي بكر وبلال وهذه لفظة منكرة وهي وهم من أحد الرواة ومن أجل ذلك صحح الألباني رحمه الله الحديث كما في صحيح الترمذي وفي تخريج مشكات المصابيح لكنه جعل هذه اللفظة منكرة وباقي الحديث على الصحيح هذه جملة من الروايات في قصة بحيرة الراهب في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام في سفره الأول إلى الشام في تجارة لعمه أبي طالب أما القدوم الثاني إلى الشام فكان في تجارة لخديجة في مالها قبل زواجه منها عليه الصلاة والسلام وهو الذي سيذكره المصنف هنا الآن ثم خرج صلى الله عليه وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله تعالى عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها حتى بلغ سوق بصر هذه القدمة الثانية أو السفرة الثانية له عليه الصلاة والسلام إلى الشام في تجارة لمال خديجة وبعثت معه ميسرة غلامها وفي القصة أيضا أن ميسرة لما عاد من الرحلة حكى لمولاته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ما رآه ووقف عليه من الصدق والأمانة والجلال في شخص وخلق وتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال قبل أن يتزوجها فبلغ سوق بصر فكان تجارة قال الحافظ الذهبي وروى قصة خروجه صلى الله عليه وسلم تاجراً المحاملي عن عبد الله بن شبيب وهو واه يشير إلى ضعف الرواية فإذا لا الأولى ولا الثانية في صحتها نظر يعني في سفراته صلى الله عليه وسلم إلى الشام وإن كانت الأولى في لقائه بحير الراهب مشتهرة متداولة على التفصيل الذي تقدم في استشكال بعض المحدثين ما ورد في الرواية والله أعلم فلما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة ولما خرج إلى المدينة مهاجراً لما بلغ خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة هذه جملة من جمل السيرة المختصرة سن زواجه عليه الصلاة والسلام من أمنا خديجة رضي الله عنها كان سن الخامسة والعشرين وعاش معها خمساً وعشرين سنة صلى الله عليه وسلم فتوفيت وعمره خمسون سنة عليه الصلاة والسلام وأدركت معه من سنوات البعثة عشر سنوات لأنه بعث وعمره أربعون سنة عليه الصلاة والسلام فأدركت معه من سنوات الدعوة والإسلام والنبوة عشر سنوات وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين رضي الله عنها وأرضاها أمنا خديجة أم القاسم بنت خويلد الأسدية يجتمع نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب هي أم أولاده وأولى زوجاته عليه الصلاة والسلام أول من آمن به وصدقه قبل كل أحد أول مؤمن على وجه الأرض برسول الله عليه الصلاة والسلام أمنا خديجة رضي الله عنها من ثبتت فؤاده وسكنت قلبه وقوت عزيمته فكانت وزيرة صدق رضي الله عنها مناقبها جمة وسيرتها عطرة وهي ممن كمل من النساء عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويثني عليها ويفضلها بل يبالغ في تعظيمها حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها تغار منها على الرغم من أنها كانت ميتة ولم تدركها ولم تشترك معها في صحبتها وزواجها برسول الله عليه الصلاة والسلام من مناقبها أنها تفردت زوجة برسول الله عليه الصلاة والسلام ما تزوج قبلها ولم يتزوج عليها في حياتها إلى أن قضت نحبها رضي الله عنها وأرضاها حزن نبينا صلى الله عليه وسلم على فقدها حزنا كبيرا فكانت نعم القرين والوزير والمؤانس والصاحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكان عمرها لما تزوجها على المشهور أربعين سنة فأقامت معه خمسا وعشرين سنة توفيت قبل الهجرة كما تقدم بثلاث سنوات وأدركت معه من حياة النبوة عشر سنوات صلى الله عليه وآله وسلم نعم ولما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة بضم الفاء ودليلهم عبد الله بن الأريق الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام نعم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي نختم به مجلس الليلة بعون الله تعالى بشأن هجرته عليه الصلاة والسلام فانظر كيف ذكر خبر نشأته بإيجاز شديد ثم نبوته ثم صحبته لخديجة رضي الله عنها وأخيرا خبر الهجرة قال لما خرج إلى المدينة مهاجرا خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة رضي الله عنه ودليلهم عبد الله بن الأريق الليثي وهو كافر ولا يعلم له إسلام فالثلاثة خرجوا صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومبدأ ذلك كما القصة الطويلة في صحيح البخاري المروية هناك في حادثة الهجرة مبدأ ذلك أن الله أمره بالهجرة واختار له أبا بكر صاحبا في تلك الرحلة وقد هيأ أبو بكر راحلتين بالزاد ولما أتى الخبر ارتحلا فأتيا جبل ثور فاختبأ فيه ثلاثا وكان في فترة ذلك الاختباء والكمون في الغار لا يعلم بمقامهم أحد إلا آل بيت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا فأسماء كانت تأتيهم بالطعام وعبد الله بنه يأتيه بالأخبار وعامر بن فهيرة يأتيهم بالشات واللبن في تلك الأيام الثلاثة فلما انقضت الأيام الثلاثة وخف الطلب والرصد وتوقف البحث عزم عليه الصلاة والسلام على المسير فلما سار من الغار سالكا درب الهجرة وطريقها إلى المدينة كان في صحبته أبو بكر وكان الدليل في تلك الرحلة أي الخريط الماهر العارف بالطرق الذي يقودهم للخروج سالمين من مكة حتى يبلغ المدينة عبد الله بن الأريقط الليثي قال وهو كافر فأما عامر بن فهيرة فإنه كان معه في مبدأ القصة وأول الهجرة لكن الرحلة استقلت بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبه جاء القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأثبت الله صحبة الصديق رضي الله عنه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في صحيح البخاري في سياق طويل في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه جاء ذكر عامر بن فهيرة المذكور هنا في كلام المصنف أنه كان يأتي بالغنم في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما بالغار لحل بها ويرجع بها قبل الفجر حتى لا يعلم به أحد وذكر أيضا عبد الله بن أريقط الدليل الذي استأجره أبو بكر خريتا ماهرا عارفا بالطريق يدلهم على الطريق فلم يسلك بهم طريق الشمال مباشرة بل أخذ بهم إلى الجنوب يسيرا ثم لم يسلك درب القوافر المعهود المعروف بتجارة القوافر قريش بين مكة والمدينة لألا يلتقي معهم في بعض مناطق الطريق أو يستدلوا على شيء من الأثر فكان يأخذ يمنة ويسر يتحاشى مواقعهم ودربهم ويأخذ نحو الساحل تارة ونحو الوديان والجبال والسهول تارة حتى بلغ بهم قباء وتمت الهجرة بنصرة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى لما خرج إلى المدينة مهاجن خرج معه أبو بكر ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة والمراد كما أسلفت في صحبة عامر إنما هو كان في أثناء الكمون في الغاري لا في سلوك درب الهجرة في الطريق ولم يكن وحده بل كان أيضا عبد الله بن أبي بكر وكان أيضا أسماء بنت أبي بكر المسمات بذات النطاقين لما كانت تشق نطاقها فتتخذ من أحد الشقين سفرة ومن الثاني منطقا تشد به وسطها فكان هذا قصة النصرة لآل أبي بكر وبيت أبي بكر رضي الله عنه هو وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه عامر بيت سخر لنصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكرم به من بيت وأكرم بالصديق أبي بكر رضي الله عنه من صاحب وفي أبي وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنتم اتخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله فصلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن الصديق أبي بكر فوالله إنا لنحبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ونتقرب إلى الله بحبه وقد أراد الله له كما صدق في صحبته لنبينا عليه الصلاة والسلام في سن دعوته بمكة ثم الهجرة ثم بالمدينة حتى مات اختار الله له أن يصحبه في جواره بقبره صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف رحمه الله ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر الدليل الذي استأجره أبو بكر رضي الله عنه للدلالة على الطريق قال وهو كافر ولا يعلم له إسلام ولهذا جزم الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في سيرته بأنه لم يعرف لابن أريقط إسلاما قال الحافظ بن حجر رحمه الله ولم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد لكن الأغلب على التوقف عن ذلك لعدم ثبوت ما يدل على إسلامه والعلم عند الله تعالى تم هذا الفصل من موجزات أحداث السيرة المدخل المختصر لنشرع في مجلس ليلة الجمعة القادمة بعون الله تعالى في فصل آخر ينتقل فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى باب شيق لطيف ما يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام وجمل موجزة مركزة من أوصافه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم طابت ليلتكم أيها المباركون بكثرة الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم فالليلة ليلة الجمعة ويوم غد يوم الجمعة حري بأن يكون لكم فيه حظ وافر من الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتطيب دقات القلوب بذكره فتفيض شوقا دافئا وعميما هو رحمة الرحمن أشرق بالهدى صلوا عليه وسلم وتسليما فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا رب العالمين واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وبارك لنا في أعمارنا وأقوالنا وأقواتنا وأرزاقنا وأهلينا وأولادنا وسائر ما خولتنا واجعله عونا لنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين